اهلا بكم مشاهدين فقرة الاسواق الاسيوية نقف على اغلاقاتها لهذه الجلسة يعني جميع المؤشرات اليوم كانت على بعض تقلبات ونوعا ما قللت من تراجع أو بالنسبة لقللت من المكاسب التي كنا شاهدناها إلا المؤشرات اليابانية وتحديدا نيكايتو توفايف باثنين في المئة من المكاسب ولا يزال عند أعلى مستويات منذ أكثر من 34 عاما يعني هذه الإغلاقات لمنشدها تقريبا منذ 90 فعليا بالنسبة لنيكايتو توفايف فوق 34400 النقطة في هذا الزخم الذي شاهدناه مع عودة التداول للمؤشرات اليابانية في الصين كان لدينا تراجعات جماعية على كل المؤشرين نصف النقطة المئوية حتى على كوسبي الكولي الجنوبي كان متراجع بـ 18 نقطة المئوية لدينا العديد من نوعا ما بعد الأخبار التي لا نزلوا ناقبها كانت لدينا أرقام التضخم التي شاهدنا عليها تراجعات بالنسبة لليابان والتحركات في الأسواق الأخرى ونحللها أكثر مع ضيفتنا فرح مراد محللة أسواق أولى بمجموعة إكويتي أهلا بك فرح دائما معنا دعينا نبدأ معك من المؤشرات في اليابان وما نشهده من زخم يعني مستويات قياسية تصل إلى أكثر من 34 سنة فرح أن وصفنا هذا التوجه اليوم بالنسبة للمؤشرات اليابانية كيف ممكن نقرأ في هذه التحركات لهذه المؤشرات يعني بطبيعة الحال كأسيسيات هو بسبب يمكنها السياسة المتساهلة جدا اللي كنا نشهده من كمان بنك اليابان هالتراجع كمان الكبير اللي كنا نشهده على أليان اليابان يعني اليوم كمان كنا نشوف تراجع مستمر أظن من أهم البيانات اللي صدرت اللي بتأكد نوعا ما استمرار هالسياسة المتساهلة جدا هو الأجور وقد كان في عنا نمو الأجور التراجع الكبير فيه يعني فوق كمان المشاكل اللي كانت عم تشهده اليابان اللي شهدته المشاكل اللي كانت عم تشهده خلال بداية العام كمان كنا عم نشوف أنه صعب جدا نكون عم نتوجه لسياسة متشددة بالأفق نكون عم نشوف رفع للفائدة خصوصي في الأجور ونمو الأجور اللي كان عم بيكون كتير ضعيف فهذا الشي عم يجع يعيد للمستثمرين تأكيد أنه السياسة المتساهدة مستمرة لفترة أطول وهذا الشي بطبيعة الحال عم يعطي دعم لأرأسهم بطبيعة الحال مع البيانات الإيجابية اللي كانت عم تصدور مع شركات التكنولوجيا يعني فعليا هذا اللي شهدنا ولك فرح اليوم بالنسبة للحكومة اليابانية وتحديدا بالنسبة لي كذلك بنك اليابان هل يتجل لأنه يعني يقف ما بين حيرة هل يفضل يعني ضعف اليان أم يعني نتحدث عن قوة اليان لأنه لم نشهد توجهات حيال العملة وتحديدا فيما يخص اليوم المنافسة التي نشهدها ما بين اليابان وتحديدا جرتها في آسيا وتحديدا الصين من جهة أخرى صحيحة هذا الشيء الإيجابي اللي يحكي عنه كمان ويويدا ويحكي عنه وقتا كان عم يشكي صاري على إذا عم تسمعيني بعدك كان عم يحكي أنه أنه ضعف اليان بفيد بهذه الحالة خصوصي على المستوى العالمي على التصدير طبيعة الحال وخصوصي في وجود الصين كمان من ناحية أخرى هذه من الأمور الإيجابية فيما يتعلق بضعف اليانيو اللي كمان نوعا ما ساعد الشركات هلأ أيمت معقول كون عم نتوجه إلى الرفع أظن مع البيانات الأخيرة أن كان في التضخم اللي عم يفرجينا بعضه الاستهلاك ضعيف بعضه التضخم الأساسي ما أنه مستدام ما أنه واضح لأنه من ناحية التكلفة ومن ناحية أخرى كمان ما في عنا هالواجز هالارتفاع الكبير جدا في الأجور كل هذا بيخلينا شوي نأخر الاحتمال أو تغير السياسة أظن إلى منتصف الربيع لأنه كمان في هذه الفترة سيكون في حديث آخر عن الأجور أدامع أقول كون عم يرتفعوا فأظن الأسواق شوي ارتاحة أنه قد لا يكون هناك تغيير كبير في السياسة على الأليل في الأشهر القادمة هل هذا شيء إيجابي بشكل عام؟ هل هذا شيء إيجابي أننا نعمل البوست الارتفاشل نوعا ما للأسواق؟ هذا سؤال آخر ولكن على الفترة الزمنية الأصيرة أظن الدعم لا يزال موجود على الأسهم وكمان نوعا ما الين ما فيه شيء يكون عم بأسر عليه قد يمكن قرارات البنوك المركزية الأخرى حول العالم طيب حول أرقام الاقتصادة التي نوعا ما قرأناها مؤخرا بالنسبة للصين لأي مدى هي مبشرة لهذا الاقتصاد أمان النزال بحاجة إلى أرقام أكبر لأن تحدث بأن اقتصاد الصيني بدأ يعود لي تعافوا الأسواق العالمية كذلك أحلى أكثر من أرقام أكثر بحاجة يمكن لاستدامة هذه البيانات كمان لنشوف أداش هي فعلا عم ترجع تنموه وعن العديد من كمان يمكن الهج فانز والبنوك الكبيرة عم تتوقع ارتفاع كمان للناتج المحلي بشكل أكثر من قبل كمان لاقتصاد إذا بدي أعطي يمكن نوع من التايتل الاقتصاد الصين بدي أقول وخصوصي العديد من القطاعات في عنا نحن المشاكل في قطاع كمان في عنا الاستهلاك ضعيف كل هذه مشاكل مستمرة وقد نرى يمكن تأثير أو تغيرها بعد فترات طويلة ولكن في عنا كمان نوع من الاندستريس اللي بنا نشوف كمان تأثيرها في الأسواق العالمية أظن مثلا إذا من نشوف السيارات الكهربائية كمان فيما يتعلق بالبطاريات لهذه السيارات المعادن كلها قد تكون نوع من الاندستريس الجيدة لأسطين كمان يمكن ما لازم نتخلى عن السوق الصيني بشكل كتير كبير مع التخوفات الموجودة العنوان الرئيسي أعود وأوكذر مخاطر عالية ولكن من ناحية تانية بسبب التراجعات الكبيرة اللي شدناها قد مستويات نوعا ما في خمس سنوات قد تكون كمان الأسعار نوعا ما رخيصة لعودة المستثمين وخصوصي في كتاعات معينة بتتعلق في الأسواق العالمية أكثر من الداخلية ونشكرك دائما فرح مراد وأنت محللة أسواق أولى بمجموعة إكويتي شكرا جزيلا لك 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 ترجمة نانسي قنقر